جود مقطعي يا أحباي، منزلت لكم مقطع على قناتي الثاني جنبي دليل ناري على تهديد قمر مار وشاكو لشناري يا أحباي بوصاد مع أن منقصت بكليب بالاعتزال وعن علاقتي والحب ومدري شوني يا حباب الرابط بلوصف الكولي رح شوف الحلقة هناك الخبر الأول الذي عادنا عن أميرا الحسين واشتياها قال محمد وطلبت معادة أنه يرجع لها فأميرا عزلت على حسب الإنستجرام هذا اللي سوري لشانت كاتب بي اتعالوا رجعني فأغلاء المتابعين صارت وقعونه هي تقصد من حمد كريم إنه يرجعي أشتاقلها وإنه يرجعي راضيها يا حباي فاكتبوا لحباب بالكومنتات شو رأيكم بذلك الخبر وننتقل حالي المشكلة اللي صارت بين برهم المعراوي والزوي في زوي يا حباي بنزلت على حسبها بالإنستجرام وهذا الاستوري اللي كان بي مقطع من برهم المعراوي كانت يشرح المشكلة اللي صارت بيني وبين زوي راح طوكم يا عم تفتهمون بفداية بكل مرة بانتقد أغاني أنا بكون الأصد الحقيقي عن الغنية لازم أشرح المظارات بشي أكون متفلسف أكتر وجدي وليس شكل صاحب الأغنية يعني أنا غير مسؤول عن طريق تفكيرك ومسار النية العاطلة تبعك وين بدا تروح يعني مثلا انتقدت أغنية هيفاء وهبي مرة والناس كتير عجبا الفيديو جدا وأصلا أنا تعمدت انتقد زيادة لأنه عم أحكي عن فنانة أغراء فنانة أغراء يعني هيفاء وهبي هيفاء وهبي يعني فنانة أغراء حسنا؟ فهذا شي لابد منه أنه أزود العيار فتطلع واحدة مشهورة بالأغراء وبتدافع عن هيفاء وهبي ويتسيبني عنده بالستوري بحجة أنه أنا عم بتحرش عدمني ماذا يا حبايب نزلت هذا السوري لتشاركة ببي مثلما حضرتك تنتقد الناس أنا كمان انتقدت كلامك ومحتواك وارجع أقول أنا مو بس عن هيفاء وهبي بدافع عن النساء بشكل عام كلهم لأن أصلا مو أول مرة تحكي هيك كلام مقزز تعلم كيف تحكي وكيف تقول آسف لما تكون غلطان أحسن لأنه ليس بس أنا وما يعتقد أنه كانت نيتي غلط لأن معروف كلامك وبالآلاف الناس عرفوا أنه كلامك مقزز لهيك لا تجد شوه سمعت غيرك وتطلع أنه أنت الصح لما راح تقلل تأخذ فلوسه مشان تحكي عني سكتت وما حبيت أصلا لسوي مشاكل وياك كل اللي بدي من عندك أن أنت تعتذر على كلامك الوصخ بس هلأ شوية زودتها ما بدأ سوي المشكلة معك ويا ريت ما تروح تسوي فيديو كامل عني وتحكي عني لأنني أعرف كتاب من هذا النوع كل اللي بديه أشوفك أنه أنت غلطان لأن شي حلو كثير الشخص يعرف نفسه غلطان وما حلو لما يجي الشخص ويعلمك طريقة الكلام وكيف تتذر وليعت تقصدون أنه برهم الماراوي هو قاعد يحكي على البنات كلام زائق 18 ورغم أنه ورد عليه وقالها أنه هذا الشي هو ما يسوي فما دل صراحة من أحبه بالكومنتات هل ترون من الصح زوي أو برهم الماراوي ونتظر حاليا بيسان اسماعيل وقصف هالدواني فبيسان نزلت على حسبه بالتيك توك هذا المقطع اللي جاءت به إذا ترقص هي جمعة من الأشخاص كنتمنى أن الشخص يتكلم عنه بالسوشيال ميديا أنهما كانوا من مهتمين فهم متابعين صاروا توقعون أنه تقصد بحمجواني بهذا الكلام فما دل صراحة من أحبه بالكومنتات هل توقعون تقصده أو لا ندخل حاليا الشهد السمد وأناس وأصاله والفولول اللي سووا البعض بحثباتهم بالإنستغرام هذا يعني أنهم برجعوا وازدخابهم من شأنه يكون خلاف سابق بيناتهم يا حبيب لما يعرف هذا الخلاف اللي تصار بيناتهم يشوف هذا المقطع نزلت بالسابق شأن شرح الخلاف بالكامل إن شاء الله ألف مبروك على الصلح وليس ان تكتبونه بحبه بالكومنتات الفرحانين بالصلح حتى توقعون سبيلاتهم حيصر تعاون بالمستقبل أو لا نختم آخر شيء بمريم اللي هي أخوة أسو وتهجمها على شهد السمد واتهاموا أن هم كذابين والمقطع اللي نزلوا من حفيد الجنين عبارة عن كذب ولكن بعدما شهد السمد طلعوا وضحوا الموضوع الكامل للناس وكشفوا أن هم حقيقة صاسة والدلائل أن هم مكذابين وتابعين شهد السمد قرروا يتهجموا على مريم ويقولوا أن تطلع تعتذر من شهد السمد على كلام القالة بالبث المباشر وتهجمها عليهم فما أدرى صراحكم من حبيب اشتركوا في القناة ومع السلامة